أشرقي يا شمس إنا باشتياق للصباح يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح غنت الأطيار نحنة عنقت وجه السماء تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء كلنا فهل جميل ووآم وسلام من شر المشرى بفجر جاء من بعد الظلام يوم جديد من شر المشرى بفجر جاء من بعد الظلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم وصباحكم بكل خير ها هو يوم جديد يتجدد معكم بفقراته المتنوعة والتي امتزجت بالعسل وضيافة الشيخ فايز بن محمد الكثامي خبير التداوي بالعسل ربما نسمع من خلال متابعتنا وقراءتنا أو تناقلنا للأخبار أن العسل يدخل في كثير من الأدوية والشفاءات بإذن الله عز وجل لكثير من الأمراض ولكن اليوم سيكون طرفنا ربما مختلفا نوعا ما ماذا عن العسل والاكتئاب أو منتجات النحل وعلاقتها بعلاج الاكتئاب هذا هو حديثنا مع الشيخ فايز بن محمد الكثامي وفقرات يومنا الجديد حسن عبد زميلنا المراسل سيكون بإذن الله عز وجل مع عدسة المجد في انتخابات الغرفة التجارية بجدة ماذا عنها وماذا عن مستجداتها تقرير نطالعه سويا والنشاط الذهني دقيقة لصحتك مع الزميل عوض البكاري وراصيدنا عبد الرحمن باوزير مجموعة من أهم الأخبار والصور والمقاطع التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي وجولة إخبارية صباحية كل هذا سنشاهده ونستمتع به سويا ولكن لنبدأ بالإشراق القرآنية القرآن العظيم هو خاتمة كتب الله سبحانه وتعالى لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولذلك ومن مقتضيات ذلك أودع الله في القرآن الكريم كل ما يحتاج إليه البشر جميعا إلى قيام الساعة من العلم والحجة والبيان والحكم والخير وسد أبواب الشر لا يحتاجون معه إلى غيره ولذلك في القرآن العظيم لمن فقهه وقرأه وتعلمه جواب لكل معضلة ولكل مشكلة ولكل شبهة من شبه الكافرين أو شبه المجرمين أو شبه المشركين أو شبه الخصوم وأعداء دعوة الله سبحانه وتعالى قديما وحديثا آية في صورة الفرقان أعطت منهجا لذلك وبيّنت أن من مد إلى القرآن بسبب ودرسه فإن الله سيفتع عليهم من العلم ما يدفع به كل شبهة ويجيب فيه عن كل مشكلة قال الله تعالى في صورة الفرقان وهي من القرآن المكي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يقول العلماء في هذه الآية هذا وعد من الله أن أي شبهة تترأ من أي عدو من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه من المشركين والكافرين والمنحدين واصحاب الأهواء والشهوات والأغراض والمنقطعين للحياة الدنيا الكافرين بالآخرة أي شبهة أو خصومة ففي كتاب الله جوابها وردها علمها من علمها وجاهدها من جاهدها إذن القرآن هو بحق مائدة الله فلنقبل عليه ونتدارسه ففيه العلم والهدى والنور الذي لا نحتاج معه إلى غيره هذا بحق وصدق ويقين والحمد لله وصلى الله وسلم على ربينا محمد وآله وصحبه يوم الجديد شروا البشرى بفجر جاء من بعد الضلاء الأخبار وجولتنا الصحفية في أبرز ما تداولته مطابع صحفي هذا اليوم أمكن الأجواء عندنا اليوم في جدة جميلة واليوم يوم الخميس وآخر نهاية أو دوام الشبوع والطلاب يعني للتو انصرفوا من اختباراتهم في الشوارع مكتبة والطريق إلى البحر مزدحم جدا 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 والأرصاد تقول تتوقع هطول أمطار على محافظة جدة تشمل رابغ والليث والقنفذة ويمتد تأثيرها حتى صباح الجمعة فنأمل من إقواننا أخواتنا توخون الحذر في مثل هذه الأجواء صحيح هنا أجواء مغرية لكن نتمنى أن يتنبه لها جيدة ويأخذ الواحد من الحيطة أول حذر أما صحيفة الاقتصادية فقط طلعتنا بهذا الخبر أمانة الرياض تغلق 39 منشأة غذائية مخالفة بعد أن نفذت فرق أمانة منطقة الرياض الميدانية جولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية في أحياء متفرقة من العاصمة وأغلقت 39 منشأة متنوعة متنوعة الأنشطة واستبعدت أكثر من 150 مخالفا من العمالة للأنظمة الصحية حيث تم إيقافهم عن ممارسة العمل وإلى صحيفة اليوم وفيها نقرأ تحرير طفل تركي من خاطفيه بعد مطالبتهم بنصف مليون ريال فدية تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدا من تحرير الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات تركي الجنسية من براث مختطفي في أقل من 24 ساعة وهو بحالة صحية جيدة بعد مساومة المختطفين لذويه بفدية مقدارها نصف مليون ريال شعودي تقريبا فلله الحمد والمنى معلمة تقدم أسئلة الاختبارات للطالبات في سلة حلوة ورد هذا الخبر في صحيفة الرياض التي قالت كسرت معلمة سعودية رهبت أول يوم من الاختبارات وذلك بتقديم أسئلة مادة التوحيد للصف الثالث ثانوي بسلة حلوة للطالبات وأوضحت المعلمة عادية العنزي في الثانوية الأولى في مليدة التابعة لإدارة التعليم والتعليم في القصيم عمدت لتقديم هذه الطريقة لكسر وإزالة رهبة الاختبار لدى الطالبات وذلك بعد أن تمكنت من معرفة حالتهم الصحية ووجدت بأنها مناسبة وجيدة وما أجبل مثل هذه المبادرات ومثل هذه خليننا نقول يعني الحركات الجميلة التي تقطع أو تكسر الروتين اليومي نحن نعرف أن الطلاب الطالبات عندما يفيدون إلى قاعات الامتحانات حتى وإن كان هذا الامتحان من أسهل ما يكون إلا أن الرهبة تكون حاضرة فرهبة الاختبار لها أثرها على النفس عندما يعني وبعض الأحيان في بعض التصرفات من بعض المعلمين أو المعلمات أو الإدارات المدرسية من ناحية التوبيخ أو الحزم أو التنبيهات الكثيرة ربما قد وشدة الملاحظات هذه تزيد الرهبة إلى رهبة لكن كسر هذا بمثل يعني هذه المبادرات الجميلة لا شك أنها ستساعد أبنائنا إخواننا أخواتنا الطلاب الطالبات حتى يتجاوزوا هذه المرحلة ولعلنا كلنا يمكن شاهدنا من خلال أدوة التواصل الاجتماعي الموجودة المتناثرة بعض المبادرات الجميلة أنا شفت بعض الصور التي مثلا كانت تضع على الطاولة يعني هدية كذا وردة صغيرة موجودة للطالبة تكسر الروتين شفنا في بعض المدارس ما شاء الله تبارك الله في الساحات الداخلية يعني حطين لهم تدفرش وعلي القهوة وتمر والدفايات موجودة لا شك أنه مثل هذه الأجواء تساعد كثيرا طلابنا على تجاوز هذه المرحلة والاهتمام بما هو أهم بالمادة العلمية واستذكار المادة العلمية هنا انتهت جولتنا الصحفية الإخبارية ولكن هناك جولة دعوية أخرى نتواصل فيها مع الشيخ خالد بن عبدالله الحمودي داعية من الدعاء نذر نفسه لأن يكون داعية في قارة أفريقيا ويحدثنا الآن من هناك الشيخ خالد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعد الله وقاتك بكل خير إن شاء الله فارق التوقيت مناسب عندك ما يكون الآن الوقت مختلف عندنا كثير لا أنا مناسب مناسب بارك الله فيك الخرط ويننا وينكم تقريبا ثلاث ساعات نحن الآن في ساعة السابعة وقمسة عشرين دقيقة تقريبا ما شاء الله تبارك الله من أين الشيخ خالد تحدثنا الآن من دولة غانا في غرب أفريقيا جميل الرحلتكم الدعوية ستبدأ من غانا أم من دولة مجاورة لها أم في نفس غانا والله تدئت أولا بعد الحمد لله والسنة عليه ثم الصلاة والسلام على رسول الله نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجولة تدئت من دولة غانا وكانت لدول غرب أفريقيا بعد الوصول إلى غانا قبل ثلاثة أسابيع تقريبا من الآن كان المرور على دولة مجاورة دولة توقو ثم كان اللقاء في دولة توقو فيها الدهات وإمام أدس والجماعة والانتقاء بهين وكانت لقاءات حقيقة طيبة ومباركة ثم بعد ذلك انتقلنا إلى دولة مجاورة أخرى دولة بنين ثم رجعنا إلى غانا مرة أخرى للترتيب للزيارة لدولة ثالثة دولة سليجيريا وكانت مجمل هذه اللقاءات كانت حول الدعوة وما يحتاج الدعاة ونطلع جزال أن يبارك في الجهود وكلها بالقبل يا رب برنامجكم القادم يا شيخ خالد يعني ما هو البرنامج خلنا نقول الأبرز في هذه الرحلة البرنامج الحقيقة يعني دوشقين الأول التحوير لدورة شرعية لست فئات بفضل الله عز وجل الفئة الأولى فئة أمراء القبائل لدولة غرب أفريقيا أكثر من ثمانية دول وحقيقة كان الأمر في بدايتي في بعض الصعوبة أن يجمع أولاد أمراء حتى يعني يتلق العلوم الشرعية التي تنفعهم في دينهم ودنياهم كانت حمد حقيقة كما سمعنا من الأخوة الدعاة وغيرهم عندهم بعض المشاكل يعني على سبيل المثال إن كان بعض الأمراء لا يطوي بين المتقاصمين في القبيلة إلا بمن يدفع المبلغ الأكبر وغير ذلك من الأمور الحقيقة التي بفضل الله نستطيع أن نقول انتهت أو تلاشح كثير منها بفضل الله بفضل هذه الدورات في الثانية فئة الدعاة نجتمع بالدعاة في غرب أفريقيا قبل يأتي بعض المشائخ وطلبة العلم وطبعات من المملكة وهم الذين يطنوا للدورات الفئة الثالثة فئة الداعيات من النساء ثم فئة مدرسية تحقيق القرآن والمشرفين على الحلقات أيضا في دول غرب أفريقيا أضطنا فئتين جديدتين لدولة غانا فقط دورة الفتيات من سن الخامس عشر إلى دولة العشرين والفئة السادسة فئة الشباب طلاب السنوية وطلاب الجامعات يكونون ممن يستفيدوا من هذه الدورات نصد الله يذل أن يبارك في الجهود ويكلل هذا القول يا رب يا رب يا رب يا رب نسأل عجل أن يكلل هذه الجهود بالنجاح نصد الله يذل أن يكون هناك زيارة لبعض الخيطة الوثنية والنصرانية التي لم يذرها أحد وأضم كان لقاء معكم في العام الماضي عن برنامج مختصر عن بعض هذه الزيارة وكان ذكرناها زيارة لأحدى القرى وكان بفضل الله عز وجل جهود الأخوان الذين أكرمنا ربنا عز وجل بمرافقتهم وكان عدد المسلمين الذين أسلموا وقرابة 1500 شخص بين ذكر وأنسى وصغير وكبير جميل جميل شيخ خالد كلنا شوقي في نتائج أو لنتائج هذه إن شاء الله الزيارة بشقيها الدورات العلمية والزيارات الميدانية للقرى الوثنية وأثر هذه الدعوة إن شاء الله عز وجل يعني نترقبكم أن ترجعوا إن شاء الله ومن معكم سالمين غانمين ونستضيفكم هنا حتى نأخذ آخر الأخبار نسأل الله أن يكلل مساعيكم بالنجاح شكرا جزيلا لكم شيخنا الكريم ندارك الله فيك سلام ونطلعنا الجميع ولا تنسونا من دعواتكم ونطلعنا يكتب لنا التوفيق والإخلاص والقبول وأن يجعل البواطن خير من الظواهر وأن نستعملنا جميعا في طاعة جزاك والله خير يا رب نسأل الله أن نزقنا وإياكم الإخلاص وأن يسدد خطاكم ويكلأكم برعايته أينما كنتم شكرا جزيلا لكم الشيخ خالد بن عبدالله الحمودي كان معنا من دولة غانا متحدثا عن الرحلة الدعوية التي ننتظر إن شاء الله من جيه حتى نستضيف ونأخذ آخر هذه الأخبار هنا انتهت جولتنا الصحفية بأخبارها واتصالها الهاتفي تقرير للزميل حسن عبدو عن انتخابات الغرفة التجارية يحتشد منذ أسبوع الألاف من أصحاب العمل بمركز جدة للمعارض وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الغرفة التجارية بجدة في دورتها الواحد والعشرين حيث ينتظر عشرات المرشحين من فئة التجار والصناع ثقة ناخليهم لترشيحهم لعضوية البناية الزرقاء وسط وعود في أن ينال مستقبل الاستثمار وبيئة الأعمال والنهوض بالتقنية كل اهتمام منهم أنا رجل محب للتقنية فلا شك حندفع بالتقنية إلى مناحي بعيدة بحيث أنه يستفاد من الواحد ممكن من مكتبه ومن منزله يؤدي الخدمات الكل يعرف توجه الحكومة لمسارات الحكومة الذكية فهذه نبقى نحاول نستفيد منه في تطبيقات الغرفة التجارية هي موجودة الآن بس بصفة أولية نحاول نوسعها ونزيدها بحيث تنزل إلى كل القطاعات التي تمس حياة الناس طرق شتى لجأ إليها المرشحون لاجتذاب أكبر قدر من الأصوات بعد قرار من وزارة التجارة يمنع الإعلانات في الأماكن العامة ومثلت اليافطات الوسيلة الأولى للتعريف بهوية المرشحين وبرامجهم وحمل رسائل الود والتأييد فيما كانت الوجوه الجديدة السمة الأبرز لهذه الانتخابات بعد ترشه عدد كبير ممن يشاركون لأول مرة الوجوه الجديدة إذا كانت لديها برامج جادة وهادفة تؤثر على تغيير مسار الغرفة أديك مثال اليوم أنا متبني بعض الأفكار وبعض المحاور للغرفة من بينها تنمية المنشآت الصغيرة وريادة الأعمال كذلك تبني سياسة الحوكب كذلك تبني المفهوم وتحسين وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية هذه كلها أشياء لن أدعي أنها جديدة ولكن نريد أن نأخذها بطريقة جديدة الآن يجب أن نستفادة من قطاع الشباب في بناء التنمية الاقتصادية فالآن كم من إحدى هداف برنامجنا بشكل مبسط طبعا الاهتمام بقطاع الشباب ولكن هذا الكلام موميا قال بشكل متكرر أو للتكريب ولكن هذا النظر القطاع نوي عن طريق خلق برنامج معين المشرفون على سير الانتخابات أكدوا بأنه تم تجهيز صالات التصويت بكافة الوسائل التي تتيح للناخبين التصويت بيسر وبسرية تامة فيما سيتم جرد الأصوات إلكترونيا وبعيدا عن الإجراءات اليدوية كما توقع المشرفون ارتفاع أعداد الناخبين مقارنة بالسنوات السابقة بسبب تطور تقنيات التصويت وزيادة أيام الانتخابات وتزايد أعداد المرشحين لعضوية الغرفة التجارية سبعة وأربعون ألف ناخب وثمانية وأربعون مرشحا وخلال عرس الانتخابي يستمر خمسة أيام فيختار هؤلاء من يمثلهم من هؤلاء أما المحصلة فهي 12 عضوا والكثير من الآمال والطموحات لغد أفضل حسن عبدو لقناة المجد جدا يوم جديد انشر المشرة بفجر جاء من بعد الظلام جاء من بعد الظلام أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام مع الشيخ فايز أبا محمد اليدفامي خبير التدايب من تجارة النحل هكذا الله شيخ فايز الله يبارك فيه الله يحبكم العافية نحن كنا نتناقش مع الشيخ فايز يعني حلقة اليوم وموضوع اليوم فكان اختيارنا على شيء ما نقول انتشر لكن في حالات متعددة لموضوع الاكتئاب نحن على يقيننا الله عز وجل جال في هذا العسل وفي هذه ما يخرج من بطن هذه النحلة شفاء لكل داء لكن دعيني أسألك عن الاكتئاب قليلا هل إلى فترة قريبة كان موجود عند الأولين يعني زي مرض الاكتئاب لأننا الفترة الأخيرة نراضة نفسية كثيرة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه نحن في هذا الزمان حقيقة ابتعدنا كثير عن مراد الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على الله حسن التوكل على الله فيه ارتباط قلبية روحية مهما يصاب الإنسان من مصائب الدنيا التي تؤثر عليه وتورث في نفسه وتعقب في نفسه الاكتئاب وعدم الرضا إذا كان هناك حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك يقيم بأن هذا من الله ورضا بالقضاء والقدر سيكون هناك نوع من الاستقبال النفسي الروحي للصدمات لكن إذا عدم هذا أو قل ستكون هناك عدم قدرها لاستيعاب النفس البشرية لهذه الصدمات التي ستمر عليه في مسار حياته جميل الذي حصل في هذا الزمان أن الناس صارت تعتمد على ذاتها والحياة فرضت كثير من معطيات الحياة فرضت على الإنسان أن يعيش كل حياته بذاته هو وليس هناك ولا يشعر في نفسه بوجود مصرف إله كون يحركه الجبار سبحانه وتعالى الخالق العظيم هذا الشعور يجعل الإنسان كأنما هو يتكل على نفسه وذاته وقدراته وإرادته فإذا اصتدم بشيء ما يأثر عليه مباشرة ما في مناعة ما في مناعة المناعة هي العلاقة بالعظيم سبحان الله إذا شعرت أنك أنت مرتبط بالله سبحانه وتعالى أن كل ما يصيبك هو من الله بإرادة الله بتقدير الله لك فيه أجر ولا يكون ذلك إلا للمؤمن كما ذكر الله صلى الله عليه وسلم حجم لأمر المؤمن كل أمره له خير إذا أصبته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصبته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن فهذا المستوى الرهقي من اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى يجعلك مهما يقع عليك في الحياة من صعوبات تستطيع النفس البشرية أن تقتحمها وتواجهها جميل جميل جدا طيب شيخنا تصريف الاكتئاب من الأمراض النفسية كيف يدخل العسل ومتجات النحل في علاج مثل هذه الأمراض النفسية أولا نبدأ بتوجيه الله سبحانه وتعالى جميل الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في الآية فيه شفاء للناس الشفاء كلمة عامة وليست خاصة في مرض معين لو كان دواء لكان التوجه إلى عنصر معين أو إلى جزء معين في جسم الإنسان لكن وصفه الله سبحانه وتعالى بالشفاء فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس الشفاء عام يقع ويكون على المرض العضوي وعلى المرض النفسي وهذا توجيه الله سبحانه وتعالى ولو تأملت تركيبة أنواع الأعسال ومنتجات النحلة بكل أنواعها وعلاقتها وتفعيلها لجسم الإنسان لأن الصدمات التي تقع على الإنسان في خط الزمن في حياته هذه الصدمات تؤثر على قدرته وعلى جسمه وعلى إفرازات الغدد في جسمه وعلى وظائف الكبد على وظائف الكلا فبالتالي تجد هناك أعضاء من جسمه تتأثر وتبدأ إما بالإفراز في أداءها الوظائفها أو بالتقصير بهذه الحالة يكون هناك نوع من الإضطراب النفسي على هذا الإنسان وأي إعاقة أو أي مرض يصيب الإنسان وهو عضوي ولم يستطع أن يتجاوزه سيتحول سيتحول إلى نفسه ولو شفي منه مثل ما نلاحظ يعني ببساطة واحد أصيب في قدمه فترة الإصابة بدأ يعرج لعدم قدرته على أن يطأ عليها بشكل جيد شفي من الألم ولكنه يستمر أحيانا بنفس العملية العرجة هذا عام النفسي عام النفسي يكون عام النفسي سبحان الله فضلا عن الأمراض الأخرى يعني بعض الناس مثلا أصيب بمرض ما من أمراض الجهاز الهضمي أو البولي أو لآخره وإن شفي يظل أحيانا العامل النفسي متخوف يعني مثلا بعض مثلا لو كان مثلا قالوا لا تأكل مثلا الأشياء المقلية في الفترة هذه وبعد كده شفي يعني كل ما يشوف الأشياء المقلية يقولك لا والله هلو أكل ممكن نفسيا يتفاعل معها ويشعر بالألم هذا وارد صدق وهذا الأمر يحصل كثير عند الناس عند بعض الناس طبعا بعض الناس تكون هي جبلته شخصيته قدراته الشخصية هذه الأشياء لا تخترقه وفي بعض الناس تجد نفسيته شفافة أكثر وطبيعته ضعيفة إلى حد ما ترجع إلى طبيعة الإنسان في الأصل ترجع إلى طبيعة الإنسان وقدرته لهذه الأمور لو رجعنا إلى شأن تأثيرها تأثير العسل تأثيره أول شيء في طعمه حلاوته نكهته رائحته تركيبته السكروزات الأحادية الموجودة فيه وتأثيرها على الكبد تأثيرها على الغدد على إفرازات الغدد وهنا الرابط اللي احنا بنربطه مع الأدوية النفسية الأدوية النفسية نفس الشيء الطبيب بيقدر شأن بل هي ربما تكون مركزة أكثر جميل الطبيب بيقدر ما هي الغدد التي أفرط في إفرازاتها أو قصر فيها ويشتهد الطبيب ويعطيك العلاج بناء على التحليل وبناء على التركيبة نحن في وضعنا في العلاج بالطب البديل بنعالج هذه الأمور بهذه العناصر اللي هي العسل الغداء الملكي الغداء الملكي وما فيه من التركيبات المعقدة له تأثير عجيب جدا على الوضع النفسي لسع النحل له تأثير جدا على الوضع النفسي سواء كل أنواع الاكتئاب فضلا على أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه الكريم شأن علاقة كلام الله وذكر الله مع تأثيرها على الوضع النفسي والروح ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذكر التكبير يعني من أبسط العلاجات اللي أنا أوجه لها الإخوة في هذه الجلسة المباركة أي إنسان يعيش نوع من الاكتئاب أو الضيق في الصدر عليه بتكبيرة العيد تكبيرة العيد تكبيرة العيد تدخل الابتهاج على النفس سبحان الله فضلا أن أخذه ملعقتين عسل مع ملعقتين خل التفاح والأفضل أنه يأخذ نوعيات معينة من العسل مثل؟ مثل عسل الضرم نسميه الضرم عندنا ولكن هو في معظم العالم العربي يسموه عسل الأكليل الجبل الأعسال الصيفية حق الجبال لأنه بيكون فيها أعشاب رائحتها نفاثة وقوية إيش مثلا من الأعسال اللي رائحتها قوية جدا موجودا الآن مثلا ممكن واحد الضرم الكتاد الطباق الشرمة موجودة الآن مع الأمطار والحمد لله والخير اللي حصل في منطقة نجد موجود عندنا بسباس اليهق الخزامة الخزامة رائعة جدا عسل الخزامة حاجة خيالية في الوضع النفسي الأفضل منها وتأثيراته عميقة جدا الشذاب 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 عسل الشذاب كذلك رائحته وقيمته الدوائية وتأثيره على الوضع النفسي عالي جدا جدا هذا ممكن يأخذ منه الشيح جميل هذه كلها يأخذ منه الشيح مثلا ملعقتين عسل مع كاسموية مع كوبة ممكن يأخذ إلى كل ست ساعات كل ست ساعات جميل ويبدأ يشعر من أول مرة يشعر بإستقرار يحط معه قلت خلت تفاح ملعقتين من العسل ملعقتين خلت خلت تفاح بحان يكدر العسل لا ما يكدره حسب رائحة روحة زكية حسب رائحة العسل إذا رائحة العسل لفاثة وقوية ستجد لا تطاع عليه جميل ولكن أنت لك هدف وهي الفائدة على الجسد ممكن أن يأخذ ملعقة من العسل استحلبها في فمه استحلابا تحت الليسان تمتصها الغدد اللعابية ويبدأ يشعر بالاستقرار خلال دقائق طبعا هناك أشياء أخرى تستخدم في الطب البديل مثل الزيوتة العطرية الزيوتة العطرية الطبيعية وليست الصناعية الطبيعية طبيعية بحال الشخصان حتى نسلم أن نحط عطور أو طيب نفسيا يرتع نعم نفسيا وهذه من الميزة التي تعطيك نوع من الاسترخاء جميل الوضع النفسي هو الأساس فيه كثير بل هو خمسين في المئة من صحة الإنسان ممكن يكون الإنسان مريض وعنده أي علة مصاب بها ولكن إذا كانت نفسية مستقرة ومنضبطة يتجاوز هذا المرض وهذه المشكلة بشكل جيد جميل الزيوتة العطرية تفرق يعني مثلا يعني عطور عادية لا تختلف الزيوتة العطرية ممكن أن تستخدم مع الطعام ممكن أن تستخدم مع الشراب مثل زيت الورد الطبيعي ما هو زيت الورد الهدف هو الطيب طيب زيت الخزامة زيت كليل الجبل أو الضرمة زيت الشيح زيت هذه ممكن كلها تضاف للأكل للشراب نعم ممكن تضاف قطرة في لتر ماء قطرة واحدة في لتر ماء بتعكس رائحتها على هذا الماء ويكون هو شرابه مثل ما كثير من الناس خاصة في المنطقة الحجازية منطقة الغربية استخدموا ماء الورد أو ماء الزهر يحطوه على الماء يحطوه على الماء بيعط نوع من الانتعاش يبخرون بعد شيء ولا يحطوه على الثلاجة مثل يبخرونها نعم نعم وسابقا من قديم كانوا يبخرون الشربة شربة الماء يبخروها في الجنوب كانوا يستخدموا القطران للتبخير لأنه برضو له بعض القطران القطران يستخدمون للتبخير بعض الجرار والقرب أنا أقول محافظات الماء تحصلها رائحة رائحة هذه الشيخ تأثر كلهم يعني عندهم هذا البعد النفسي أنه هذه مثلا تؤثر على تأثر نفسيا تعطي نوع من الاسترخاء والهدوء مثلا عندك زيت الليمون زيت البرتقال تأثيراته نفسية عجيبة رائحته ماء الزهر اللي بيستخرج من زهرة الحمضيات من زهور الحمضيات تأثيراته عجيبة جدا الآن معظم شركات الأدوية العالمية تستخدم الأعشاب العطرية في العلاج جميل واستخراج المواد الفعالة في هذه في الزيوت العطرية المستخرجة من هذه الأعشاب لأن تأثيرها وإنعكاستها على جسم الإنسان فعالة جدا ونافعة جميل الله يريح بارك لذا أخذنا مجموعة من هذا أنا أستأذنك في مجموعة من التصالات والأسئلة معنا أمم محمد من القصيم تفضلي يا أمم محمد من الرياضة أمم محمد تفضلي أمم محمد أمم محمد عليكم السلام ورحمة الله أتفضلي يا أمم محمد يمكنك ألم الشيخ يسمعي تفضلي يا شيخ أنا عندي تكييسات وعندي هرمون مرتفع هرمون الدكورة ومعاية شعر صل باسم غير طبيعي لي حين 17 سنة على هذه الحالة ورحمت إلى مستشفيات ورحمت إلى الريمانك يعني من دينات يعني من الدورة يا شيخ ما تنزل معي إلا بحبوب يعني ما تنزل نزول طبيعي نعم وليه حين 16 سنة على هذه الحالة واضح طيب طبعا بدون إنجاب بدون يعني ما أحضر نعم معلاجات 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 كم عمرك يا أمم محمد كم عمرك عمر 38 ومن متى عندك الهرمون بهذا الاضطراب وبعد تقريبا تقريبا ل 16 سنة 16 ما حصل إنجاب أبدا لا ما حصل إنجاب لا لا عندي بس اثنين حير طيب سأجاوبك طيب أبشر يا أمم محمد تسمعين تسمعين من الشيخ أمم محمد من القصيم تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أمم محمد الله يتكفر أنا وعندي ورد عمبت فيه مرض نقص صفايح الدم نقص صفايح الدم تنقص عنده المناع تنقص عنده سريع يعني كل شهر وقع من شهر يأخذ علاجه ما دل أنت عنده الشهر علاجه يعلن يتسخيل طيب جال أصفار في الأيام الأولى من حياته أول شيء أصفار يعني تقريبا 11 سنوات موجود فيها المرض هذا لا أصفار أصفار جال أصفار في أي أيام الولادة بعد الولادة جاء أصفار جاء أصفار جاء أصفار وصار صار عنده بدة طويلة إسهال أو إمساك والله أنا ما أدري هو أخوي ما يعني ما أدري فكن في هذا المرض وهذا منذ ثلاث سنوات وموجود فيه نقص الصفايح الدم طيب أبشر ويتي بوقع كان من كدمات يعني جسمه نعم في الكدمات واضح طيب أبشر يا أمار أبشر أبشر يا أمام محمد معنا الأخ منصور من مكة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا منصور بالله أنا أريد أن نتلم الشيخ يا شيخ يسمعك تفضل تفضل يا شيخ عندي بروستات عندي بروستات وما خليت لا دكتور ولا مستشفى ما استفدنا ولا شيء كم عمرك الله يحفظ عمري 45 ومن متى بدأت البروستات تأثر عليك بهذا الشكل والله أنا عندي تبريبا من من 13 سنة وأنا إجهابات وحرجان بالبول الله يكرمكم وخارجوني حصاء التشفيز فيه بروستات ومتعبت من مرة حصل عندك وصار لك سويد قسطرة مدام حصل عندك أو عمليات تفتيت لا آخر شيء شيء عمليات مبارك يعني أكدوا عن ناظر ومتعبت من مرة يا شيخ خير إن شاء الله أبشر 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 تسمع طيب أمو محمد الأولى كان عنده رمونات الذكورة مرتفعة وانت سألتها يعني كم تقريبا لها 16 سنة نعم وأنجبت أنجبت قبل 16 سنة ولكن بعد كذا ظاهر أنها ما انتظمت عندها الدورة الأولى إنها بتمشي على برنامج معي لأنه اضطراب الهرمونات ترى علاقته مع الأوضاع النفسية وحديثنا اللي حدثنا عنه والغدد عميقة جدا فأمراض الغدد تأثيراتها هذا من بعض تأثيراتها لذلك هي بتحتاج أنها أول شيء بقدر ما تحاول تريح نفسيتها لا تعيش توتر تبتعد عن المواقف التي تؤثر عليها وعلى التوتر فيها بتشتهد في أخذها للعسل بشكل يومي خاصة إن استخدمته مع المغليات مغليات القرفة الحلبة البابونج الميرامية قليل من القرونفل ولا تكثر منه بتستخدم هذه العشاب أو هذه المعطيات البسيطة تستخدمها وتضعها تنقعها أو تغليها وتشربها وتضعها معها ملعقتين من العسل مع هذا المنقوع أو المغلي والمنقوع أفضل وتشربها ستكون لها تأثير إيجابي عليها بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا الأفضل إنها تستخدم نوعيات من العسل فيها نسبة أحماض عالية جميل كل ما يكون الأحماض أعلى في العسل كل ما كان تأثيرها على مثل هذه الحالة أفضل تحاول تمشي تحاول لنا تشرف ماء بشكل جيد سوائل لا يقل عن ثلاثة لتر ماء في اليوم تشرب خاصة في مثل أيام الشتاء وأكثر الناس في أيام الشتاء يقصرون مع الماء ما يشربون ماء بشكل جيد وهذا يأثر عليهم على وظائف الكلا ويأثر على قدراتهم حاول أنك دائما تحرص على شرب الماء هذا بالنسبة للأخت وهي الأفضل أن تستخدم الغذاء الملكي يعطيها نتائج أعلى تستخدم حبوب اللقاح بشكل ولو كان بسيط إن شاء الله بإذن الله ستستفيد منه جميل طيب أنا بقي تقريبا دقيقة يقولون للأخوان ونحن باقي عندنا اثنين وعندنا مجموعة السئلة في الجوال نحاول نمر لين ما يقولون الوقت انتهى الأم محمد الثاني من القسيم تتكلم على الولد الذي عمره تسعة سنوات عنده مشكلة في الصفاية نعم وتقول مرحلة الصفاية في المرحلة الأولى من حياته نعم أيوة في أثر كدمات المدام أنه حصل عنده اضطراب في وظائف الكبد من بداية حياته فالمشكلة تكون في الكبد في وظائف الكبد طبعا ربما ما لوحظ بشكل جيد في طفولته في أيامه الأولى من الحياة لذلك الطفل لا بد أن يلاحظ في هذه الفترة يلاحظ في متابعته مع الطبيب باستمرار حتى ما يوصل إلى مراحل مثل هذه كمين الأخذه للعسل بشكل يومي أقل شيء يأخذ من ملعقتين إلى أربع ملاعق يوميا مع الماء هذه مهمة جدا أخذوه لزيت الزيتون قبل النوم ملعقة قبل النوم أخذوه للبن الرائب أو الزبادي مع زيت الزيتون مع العسل خلونا إياه كوجبة فطور أو عشاء ممتازة جدا ستساعدوا إلى حد كبير جميل استخدامه لحبوب اللقاح استخدامه للبروبليس استخدامه في خلطات جاهزة في هذا الأمر ولكن الطفل إذا قيم يتجهز له بحسب يعني عينات مناسبة لمرحلة العمرية لمرحلة العمرية وقدرة استيعاب جسمه جميل فهو ممكن أن يخلطوا له العسل والأفضل له عسل السدر مثل هذه الحالة العسل مع حبوب اللقاح مع البروبليس بإذن الله سيجد نتائج طيبة ويبدأ يتحسن تدريجيا في فترة لو استمروا على فترة شهر إلى شهرين بالكثير سيبدأ يشوفوا متحسن إلى حد جيد بإذن الله طيب شيخ نحن الوقت انتهى منصور البروستاتا في شيء مثلا ما تقول لي نعم يبغالو يشرب ماء كثير يبغالو يدحم بالزيت في نفس المنطقة منطقة البروستاتا بيشرب ماء كثير ويدحم بالزيت يأخذ حبوب اللقاح بشكل يومي ولمدة طويلة أخذوا للعسل في نوعيات عسل الشفلح مع زيت الزيتون والليمون حيطي نتائج طيبة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى الله يعطيك العافية شكرا جزيلا الله يعطيك شكرا موصولا لكم مشاهدين الكرام كثرة الأسئلة عن طريق الرقم الجوال أنا بس أبغى أبين للإخوان والإخوات شيء أي شيء نحن نقدر نستعرضه والله يحرصين نحن ما جينا هنا ونجيبنا الشيخ إلا نحن نجيب على تساولاتكم بعضكم يتأكدون أن الرقم هذا هو رقم برنامج يوم جديد الرقم الذي يطلع على الشاشة هو رقم برنامج يوم جديد لكن البرنامج لا نستطيع أن نرسل ولكن فقط يستقبل رسائل حتى التصالات لا يمكن هذا الرقم أن يستقبل التصالات أو يرسل أو حتى يرسل رسائل فقط يستقبل رسائل من أراد التواصل مع الشيخ فايز فله ذلك عن طريق الموقع الذي يشرف عليه الشيخ فايز القثامي موقع النحل الجوال على الانترنت ويعني هناك أرقام للتواصل مع الشيخ كاملة لمن رغبة ذلك هنا انتهى يومنا الجديد وبقي أن نؤكد ونذكر إخواننا على مسابقة يوم جديد لحلقتي الشيخ عبدالعزيز الفايز التي كانت عن السحر والظلم تلخيص لها وبقي على المسابقة يومين نهيب بكم أن تشاركوا معنا حتى تحصدوا الجائزة وسيكون إن شاء الله الأشبوع القادم الاختيار للفايزة الأول وجائزته جهاز جالكسي ثري هنا انتهي يومنا الجديد استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشركوا في القناة اشركي يا شمس لنا باشتياق للصباح يومنا يوم جديد شق أدواب الكفاح شق أدواب الكفاح غنت الأطيار نحن عانقت وجه السماء تبعث الشوط إلينا عبر ألحان الغناء كلنا ظل جميل ووآم وسلام انشر البشر بفجر جاء من بعد الظلام جاء من بعد الظلام يوم الجديد